السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم على قناة كوزين فاميلي اليوم ان شاء الله نشترك معكم حفل تكريم نهاية الدراسة والحصول على شهادة العليا حطرت لهذه الحفيلة هذه مملحات شاركت معكم فيديو السابق البسيطلات مع مع العجين السحري واليوم ان شاء الله نحضره حشوتين ان شاء الله سيجار ومحين شت وكذلك مقبلات وخبز بالزيتون مقبلات ان شاء الله نخليه لكم في فيديو مستقل بالنسبة للحشوة الاولى استعملت هنا بصلاة الخضارية مع شوية زيت الزيتون غدا نشحرها حتى تد الدبال من بعد غدا نزيد لها هنا اه الدجاج مقطع قطع صغيرة وحبا ديل القرعة حتى هي مقطع قطع صغيرة هادي غدا تكون حشوة ديل السيجار لذلك اه كعجبني انا يا لسيجار يكونوا اولا بريوات يكون يعني الحشوات تكون بينها شوية هنا استعملت شوية ديل القصبر شوية ديل الحمض المصير توم مطحون وهنا الزنجبيل الخرقم البلدي والملح وغدا نشحروا هاد ضفت التوابل اه في نفس الوقت مع الدجاج لان اه الدجاج ضغيه غدا يطيب مع القرعة احتى هي ضغيه كالطيب من بعد غدا نخليه برد وغدا نزيد لهم اه شوية ديل القصبر والمعدنوس مشات لي هاد هاد المقطع هادا من بعد كيف ما شفته معايا غدا نستعمل نفس العجين اللي استعملت في الفيديو السابق يعني عجنت عجينة وحدة وخدمت بها ثلاثة اه المملحات سافي كنعمر هنا كنحاول نحط واحدة يعني كمية كبيرة وافيرة من هاد هاد المملحة من الحشوة عفل يعني ضروري ما نخليه هاد القضية المسألة معروفة يعني نخليه الحشوة احتى تبرد عاد كنضيفه القصبر والمعدنوس باش يبقى المضاق ديالهم سافي غضلو يوم هاكدا يعني بسيطة جدا سهل هاد شي كله انا حضرته اه يعني ما اخداش ليه بتسفتي الوقت سافي بالنسبة الحشوة التانية الحشوة التانية هنا استعملت فيها البورو اه يعني زوج ديال البورو قطعتهم قطعة صغيرة وهنا استعملت حبة فلفل اصفر حبة فلفل اخضر اه بالنسبة غنشحرهم من بعد ما تشحروا غدا نزيد ليهم هنا ميتين وخمسين جرام ديال الكفتة يعني الخضر غالبة على الكفتة من بعد غدا نزيد في نفس الوقت اه التوابيل يعني شوية ديال خرقوا من بلدي شوية ديال الملح شوية ديال تحميرة اه التوم باش كنحيلو ديك الزفورية ديال اه الحم الزنجبيل غنستعمل غيشي شوية مشي بزاف وغدا نضيه تشحر حتى هو ماشي بزاف غيشي شوية غنخليه حتى هو تيبرد ومن بعد غدا نزيده اه القصبر والمعدنوس وغدا نشكلهم على شكل محين شات ممكن نشكله يعني شكل اللي بغيته بالنسبة لطريقة الطهي طريقة الطهي هي مهمة بزاف يعني كان آآ دائما آآ نكن طيب حال هكده كان آآ نرفعو درجة الحرارة يعني تكون آآ مرتافعة ومن بعد كان حذي يعني كان نحاولو ان ما نخليوش آآ مرة مرة نطلع عليهم ومن بعد كان نقصو آآ غيك يتحمروا واحد شوية كان نقصو درجة الحرارة دي الفرن وكان خليو حتى كيد كرملو يعني مزيان كي جيو مقرمشين ما شاء الله كي طيب واحتمل الداخل يعني هالطريقة ديال الطهي انا كنت تعملها آآ تقريبا في جميع المملحات اللي كتكون في هكده الورقة رقيقة آآ وحتف المسمن اللي كي طيب في الفرن حتى هو كن كنت تعمل هاد الطريقة هادي لانا كتضمر لنا ان الحشو آآ ان العجينة كتطيب احتمل الداخل وكتجي في هذيك القرمشة من الفوق اهنا يلا بغيتوا يعني تجروا العجينة وتضيروهم مرقاقين ممكن يعني كتضربو ذيك العجينة مرة اخرى ان شاء الله غضا نتشارك معكم طريقة اخرى ولا كتلوم هكده كيف مدرتانة وكتبتو ذيك آآ يعني الطياء التحت باش ما يتحلوش ما في بدون بيض غيك نحطوهم هكده فنستفوهم فاللاطة وندخلوهم في الفرن الدرجة دي الحرارة ديالو تكون في الاول ميتين وعشرين ومن بعد ننزلوها المية وثمانين بالنسبة للعجين ديال الزيتون يعني الخبز ديال الزيتون عفوا نستعملت غي الدقيق ديال الفارينة بوحدو والخميرة البلدية شوية ديال العسل فقط وغدا نعجنو من بعد ما عجنتو كيف ما كتشوفو معي غدا نزول واحد القطعة ديال العجين وغدا نرجحها في القرعة يعني باش نعجن بها مرة اخرى من بعد غدا نسم هاد العجين هاد الخبيز هادا بالزيتون ازير يعني فطري يمقطع قطع صغيرة وزعيطرة شوية ديال الثومة شوية ديال الحار وشوية ديال ديال الملح يعني ممكن ضيفوا اعشاب اخرى كيجيل ديد لديد بزاف هاد الخبز صافي كنعجنو هكده وبالنسبة الزيت الزيتون انا ما ضفتش هنا زيت الزيتون لانا الزيتون ديالي كان مرقد في زيت الزيتون اما انما ما كانش عندكم مرقد في زيت زيت بك اضيفه واحد شوية ديل زيت الزيتون. هنا غدا نغطيه وغدا نخليه يخمر. ما غدا نخليه بزاف يعني عجنته في نهاره تقريبا نخليه تغيق آآ ثلاثة سوايع لانا كين آآ لانا دبا آآ بدك يزيان الحال هانتم ما كش ما كتشوفوا معايا. صافي خمرات. خمرات عيشي شوية ما خمرتش بزاف. صافي غدا نشكل منو وحدة الكويرات وغدا نخلي هادلمرة يخمر مزيان. صافي وعد غندخلو آآ الفورن حتى هو يكون آآ الفورن درجة ديال الحرارة ديالو تكون مرتافعة وإلا بغيتو هاد الخبيزات هادو يعني آآ كل خبيزة طيبوها بوحدها ممكن بما أنا عجلنا معاهم يعني الزيتون يعني تلق اللون في في الخبز فممكن آآ كوم آآ ترشو هم بالتقيق آآ الابيض باش كيبان آآ يعني كيبان المنظر ديالو مختالف. هاد الخبيزات هادو آآ كيجيو زوينين آآ معا كيط انقدروا رافقوا بيهم السمك انقدروا رافقوا بيهم المقبلات يعني انا هاد النهار هادا كنتوجد حتى مقبلات كيف قلت لكم ان شاء الله غدا نشاركو معاكم في فيديو مستقل باش ميكونش الفيديوهات طوالين. وقلوا لي يا لابغيتو مثلا نجمع ليكم الوصائي يعني مني ندير هكدا شعرات ولا شي مناسبة واش تفضلوا انا نجمع مليكم فيديو واحد ولا نقسمهم ليكم هكدا باش ما يجيكم مش طويل بزاف. بالنسبة لها الطماطم هادي فاغي للتزيين فقط لان انا اختارت انا اني نقدم هاد الخبز هكدا. صافي من بعد غدا ندخل انا خليهم كيف بتليكم اي خمروا ومن بعد من اللي خمرو ندخلوهم بفلفون درجة ديال الحرارة ديالو تكون ميتين واربعين او ميتين وخمسين حتى كيتحمرو وكن خرجوهم ومن اللي كن خرجوهم كندهنوهم شوية بزيت الزيتون وعاد كنحطوهم كيجيو الدادين بزاف المضاق ديالهم كيجي لديد ونقدروا نتناولو بهم يعني المقبلات او سلطات الدافئة. صافي بالنسبة البيفي هو هدا يعني بسيط ما فيش شي حاجة كتيرة. وبالنسبة الكيكا انا ما تشاركتهش معكم لانا كان حضرها ولدي صغير هو اللي حضرها وكان اول مرة غدي حضرها تكشي باش احتران ان شاء الله غدا نعود نجربها ونشاركها معكم ان شاء الله. وضروري انا كنت محضرة من قبل الخبز ديال ديال الشعير والقمح. حتى هو كيجي اه كيجي زوين بزاف انتم ما شوفوا كيفاش كيجي ما لداخل. يعني اغيب الخميرة البلدية والشعير البلدي والقمح البلدي. صافي وبالنسبة البسيط لا ترات شاركتهم معكم في الفيديو السابق. وبالنسبة اللي ما كي ياكلوش الحم با اه مع الخبز ديال الشعير ألد ما يكون هنا قطعت كل مملحة قطعتها باش توفوها من داخل كيفاش جات يعني كيجي ديك الورقة قليلة يعني كتجي الحشوة بينك ترمن الورقة كيجي ولدادين بزاف نتمنى ان شاء الله تشربوه اما في الفطور دياله رمضان او باشت او الحفيلات ديالكو او المناسبات ديالكم ولا للضيوف يعني هذين قدروا نحضروها الطبيلة هذين قدروا نحضروها حتى الضيوف ومن بعد نقدمه يعني الطبق الرئيسي اتمنى ان شاء الله يكون الفيديو ديال اليوم من الاعجاب ديالكم وكنشكركم بالزاف 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 على التعليق ديالكم وعلى حسن المتابعة اللي يجازيكم بخير والى فيديو قادم ان شاء الله استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه السلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة